اهلا بكم مشاهدين في استوديو الان رغم اعلان رئيس مجلس الوزراء قرار بغلق المطاعم والمقاهي والكفتريات والكفيهات والكزينوهات والملاهي وايضا النوادي الليلية والمراكز التجارية من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا حتى يوم 31 مارس وذلك كاجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا الا انه للاسف هناك عدد من المواطنين اصحاب المحال والكفيهات لم تستجب لتنفيذ القرار وبتتحايل على قرار الغلق بشتى الطرق خلينا يعني نرصد هذه الخروقات التي حدثت منذ الامس حتى الان مع جولة لمراسري اكسترانيوز من مختلف المحافظات نرصد خلال هذه الجلسة او الجولة عفوا الخروقات التي يقوم بها اصحاب المطاعم والكفيهات وما يتم من تحايل على قرار الغلق اذا سمحتم لي ان نبدأ بمراسل اكسترانيوز من منطقة الهرم وفيصل من الجيزة محمد بهاء محمد ارحب بك معنا في هذه التخصية كل التحية لكي نانسي وبالطبع التحية موصول للسادة مشاهدي اكسترانيوز من محافظة الجيزة وبالتحديد من منطقة فيصل اللي بتقع غرب محافظة الجيزة في هذه المتابعة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والذي صدر بالامس بشأن اغلاق المطاعم والمقاهي والكفتريات والمراكز التجارية وايضا الملاهي والنوادي الليلية وما يمثلها من منشآت بتقدم سلع تجارية او بتقدم وسائل تسلية او ترفيه وايضا هذا القرار بيتضمن مراكز الشباب والاندية لمدة 11 ساعة بتبدأ في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم وبتنتهي في تمام السادسة من صباح اليوم التالي يوميا وحتى 31 من شهر مارس الجارين نحن متواجدون كما ذكرت لكي نانسي في شارع فيصل وهو شارع يبلغ طوله حوالي ثماني كيلو مترات بيقع في غرب محافظة الجيزة وهو بطبيعته شارع مزدحم جدا بالسكان وشاغر جدا ايضا بجميع انواع المحلات المحلات التجارية والمطاعم ومحلات الملابس الجاهزة بنرصد بدء سريان مدة اغلاق الجهات المنوطة وهي كما ذكرنا المطاعم والكافتريات والمقاهي والنوادية الليلية والملاهية الليلية وغيرها لكن في جهات بيستثنى منها هذا القرار وهي الجهات التي بتقدم سلع غذائية كالسوبر ماركت والمخابز وايضا محال البقالة وايضا الصيدليات وما سواء كانت داخل المراكز التجارية او خارجها ايضا وما ينثلها من خدمات توصيل الطلبات للمنازل يعني في هذه الساعة وربما هي الساعة الاولى بالفعل اغلب الجهات المنوطة بدأت بالفعل فيه او شرعت بالفعل فيه تنفيذ قرار الاغلاق اللهم إلا في بعض الجهات لم تشرح حتى هذه اللحظة فيه تنفيذ قرار الاغلاق ويعني نرصد ايضا ازدحان فيه او ازدحان مروري فيه الشارع فيصل وهو بطبيعة وهو شارع مزدحم بالسيرات والسكان وبيصنف او من الممكن ان يصنف كشارع تجاري من الدرجة الولى وايضا شارع متفرع لمناطق عديدة مزدحمة بالسكان الاجهزة التنفيذية لمحافظة الجيزة وعلى رأسها الواء احمد راشد محافظة الجيزة نانسي يعني على مدار الامس واليوم تمكنهم من تشميع وغلق وتوقيع غرامات رادعة على نحو مائتي مقهى ومطعم وايضا قاعات افراح تحديدا في الشارع البحر الاعظم في منطقة الجيزة يعني نحو حوالي مائتي جهة كانت غير ملتزمة بتنفيذ قرار الاغلاق الذي بيبدأ في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم يوميا حتى الحادي وثلاثين من مارس وما تزال الاجهزة التنفيذية وايضا قوة انفاذ القانون بتتجول في الشوارع الهرم وفصل بمحافظة الجيزة لتنفيذ قرار اغلاق الذي صدر من رئيس مجلس الوزراء بالامس نعم نامسي نعم محمد يعني كما الاحظ الآن على الشاشة يعني كما تعلم ان كان السبب من فكرة غلق المحال والمراكز التجارية والكافيهات والكازنوهات التي وضعتها يعني الحكومة المصرية هو الحد من الازدحام وهذه التجمعات ولكن من الواضح يعني كما نقل لنا زميلي عبر الشاشة محمد بهاء ان الشعب المصري او بعض دعوني اقول المواطنين المصريين حتى هذه اللحظة غير ملتزم بهذه القرارات على كل حال دعونا نذهب الان لمتابعة المناطق الاخرى في مختلف محافظات الجمهورية ارحب في هذه الجولة لمرسلي اكسترا نيوز بعوض الغنام من شبرة مصر ايضا معنا كريم رجب من شبرة الخيمة وابراهيم عزة من الشرقية ومحمد الحداد من شبين الكوم سريعا نذهب الى عوض الغنام من شبرة مصر عوض ارحب بك معنا في هذه التغطية نعم ننسي المشهد هنا في شبرة مصر لا يختلف كثيرا عن الهرم كما تحدث زمير محمد بهاء هناك ازدحام هنا كذلك بشكل للغاية ليس في المحلات لان المحلات قد اغلقت عمليا بغير الامس التقينا بعدد كبير من قيادات الحي هنا في شبرة اكدوا لنا بان الوضع تغير تماما بالنسبة للامس بالامس كان هناك تجاوب نسبي من قبل بعض المحلات تأخرت بعض المحلات الاخرى محلات لم تغلق بالكلية ولكن اليوم المشهد تغير سألتهم كيف تغير قالوا بانهم مروا على الشوارع وعلى المحلات الموجودة في الاحياء وتم انظار اصحاب المحلات قبل السابعة سيتم اغلاق او عند السابعة سيتم الاغلاق الشرطة موجودة هناك سيارات من الشربة شرطة على مدار الوقت تجوب هنا في كل الشوارع المهمة تعلمين بان شبرة مصر هي مساحة ضقيقة للغاية ولكنها كسيفة السكان من حيث العدد هناك كسافة للغاية سأترك لك صورة حية مباشرة الان نانسي من زميلي احمد الوضع تغير ليس بالنسبة للمحلات ولكن بالنسبة للشوارع هناك كسافة للغاية في الشوارع وهناك حالة من الازدعام وربما يبدو الظلام اياء الان مخيم على المحلات لان المحلات قد اغلقت عمليا وبالفعل منذ حوالي ربع ساعة من الان وربما سيارات الشرطة كما تبدو امامك عدد من ضباط الشرطة وممثير الشرطة موجودين في الشوارع الرجال الحية على كل مكان كما اسلفنا الازدحام هنا في الاتجاه الاخر ايضا يبدو بارزا ويبدو واضحا للغاية في الاتجاه الاخر حركة السر لا تتوقف الناس خلفي موجودون وكأننا يعني في احتفالية لا يوجد حتى هذه اللحظة اي ارتزام بالمخاطر التي اشارت اليها الحكومة في تقاريرها ومنشرتها تكرارا وميرانا على الناس ان تلتزم في البيوت لان هناك خطورة حقيقية ربما الظاهرة الاغرب نانسي ملافة نظري حملتها لقيادات الحي هنا هي بخصوص الباع الجائلون هل الباع الجائلون نانسي ينطبق عليهم مثل هذه القرارات ام لا قالوا نعم ينطبق عليهم هذا القرار ولكن رأينا بعيوننا العديد من الباع الجائلون مستحمون في الشوارع وهذا امر يستدعي ايضا اعادة النظر في التعامل القانوني مع امر الباع الجائلون المحلات كما اسلفنا تم اغلاقها بالفعل حتى ليست المحلات التي اشارى اليها القرار بالامس الذي صدر من قبل رئيس الوزراء هناك العديد من المحلات لا ادري ربما لان اليوم الجمعة لكن غالبية المحلات التي خلف سواء التي تتاجر في امور تجارية او غير تجارية كلها مغلقة الان في هذا التوقيت وعلى كل حال انا اسمعك لو لديك اي تساوى نانسي تفضلي وانا اترك لك هذه الصورة على الهواء مباشرة عوض انا بشكرك على هذه التفاصيل يعني وكما تعرض يعني الشاشة الآن على شاشة اكسترا نيوز من وراءك الكاميرا في القاهرة القاهرة للأسف يعني الوضع مؤسف حتى هذه اللحظة بعض المواطنين المصريين لا يقوموا بالالتزام بقرارات الحكومة المصرية باغلاق المحال والكافيهات والكازينوهات وذلك للحد من التجمعات التي تعمل على نشر عدوى فيروس كورونا يعني نذهب الى الشرقية ونتمنى ان يكون الوضع مختلف قليلا عن القاهرة زميلي ابراهيم عزة ترحب بك معنا في هذه التغطية كل تحية ليك يا نانسي وبرحب بالطبع بالسادة ومشاهدي اكسترا نيوز زي ما قلتي انا موجود هنا في محافظة الشرقية وبتحديد في مركز مينيا العمحة هذا المركز ربما الصورة لا تختلف كثيرا عن زملائي ولكن ابدأ من النقطة من حيث ما انهيتي بها الغرض من القرار الذي خرج من السيد الرئيس سيد رئيس مجلس الوزراء باغلاق بعض المحال التجارية لتقليل الفجوة ولتقليل الاحتكاك المباشر من المواطنين وبالطبع تقليل الانتقال بهذا الفيروس المستجد الآن على الهواء مباشرة ما رأيك نانسي ان نستطلع معكم على الهواء مباشرة الحال هنا في محافظة الشرقية كما تتابعي هذا هو مغبز هو احد الاماكن المصرح لها بالعمل طوال اليوم بحسب القرار الذي خرج بالامس وتم تنفيذه بالامس هذا مغبز آلي وايضا نستعرض بجانبه محل تجاري بحلول السابعة مساء قام بغلق المحل والتزم الحمد لله بهذا القرار وعلى الجانب الاخر نرى احد المحال الاخرى المخابز ايضا ومصرح ولكن على الجانب الاخر ربما البعض حينما لمح او رأى فريق العمل فقام باغلاق المحل ولكن نتابع هذا المطعم هو ربما هناك تحايل على تفسير القرار الذي خرج عن دولة الرئيس بالامس هو قلل الاضاءة نانسي كما تتابعي ولكنه يمارس عمله بصورة طبعية هو احد المطاعم المتواجدة بالتأكيد اما عن حركة السير الموجودة دلوقتي هي لا تتوقف بالطبع في هذه المنطقة نتابع ايضا في هذه الصورة وارجو ان نقوم بازهار الملامح ربما التي تبعد بعد بضعة الامطار القليلة هناك مكان هو يبيع الحلوة في قلب الطريق نانسي هناك زي ما بتشوفي في الصورة دلوقتي هي فاترينا مخصصة لبيع الحلوة هي بتمارس شغلها بصورة طبعية لخرق لهذا القرار زي ما بتتبعي على الهواء مباشرة هذه الصور تأتيكم بالطبع مشاهدين الكرام من محافظة الشرقية وبالتحديد من مركز مينيا القمح مازلنا نتابع مع حضراتكم هناك ايضا محال اخرى في الشوارع الجانبية مثل خدمات التليفون المحمول وايضا المحال المتواجدة هنا في هذه المنطقة وحركة السير بالطبع هي لا تتوقف ان كنا نتحدث عن العربات بالطبع ويعني المواصلات بتعمل بصورة طبيعية وده طبعا القرار ما كانش يعني خاص بالمواصلات اخيرا هذه هي الصورة اللي نأناها مع حضراتكم ومشاهدين من محافظة الشرقية لا نجزم نانسي زي ما بدأت في هذا البث الحي عن نقول ان الجميع التزم بهذا القرار او لا نجزم ايضا نقول ان الجميع اخترق هذا القرار هناك من التزم واغلق المحل التجاري وهناك ايضا من يتحايل على هذا القرار مثل بعض المحال التي تقلب من الاضاءة ولكنها تمارس عملها بصورة طبعية ابراهيم عندما تحدث يعني بالتأكيد تحدث مع اصحاب هذه المحال التي لا تزال حتى هذه اللحظة مفتوحة وايضا صاحب المقهى الذي ما زال حتى هذه اللحظة يفتحه رغم وجود يعني قرار باغلاق المحال في الساعة السابعة مساء ما هي الردود يعني التي تأتي اليك ربما الردود يعني مختلفة ما بين المحل التجاري والاخر يعني البعض بيرى ان المنطقة هنا هي هدية بعض الشيء لم يكن هناك اي يعني حملات او ما الى ذلك تعرضوا لها بالامس كانوا موجودين بالامس بنفس الصورة ومع ذلك هيكملوا حياتهم بصورة طبعية وبنفس الصورة ايضا اليوم لم يغلق لان الوضع هي منطقة ربما هي اولى المراكز في محافظة الشرقية هي منطقة هادية بعض الشيء ولكن بها ربما ايضا التكدس يعني شريط القطر جنبي حاليا وهناك بعض ايضا المواطنين المتجمهرين خلف الكاميرا يعني كما تعلمي ان عادة المصريين حينما تكون اي كاميرا هناك بعض التجمهر او ربما بعض الاستفاف لماذا نفعل او ربما ماذا ننقل في الصورة الان انا بشكرك شكرا جزيلا ابراهيم ونذهب سريعا مع حضراتكم الى القليوبية ومحمد حداد محمد ما هو الوضع في القليوبية فيما يتعلق بقرار غلق المحال التجارية وايضا المقاهي والكافيهات نعم ننسي رحبك من شبرى الخيمة بمحافظة القليوبية للأسف الشديد ما زال الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المقاهي والمطاعم والكافيهات والكافيتريات لم يعرف طريقه الى عدد كبير من المواطنين هنا في شبرى الخيمة حتى هذه اللحظة والساعة تعدت وتخطت السابعة مساء لاحظنا وجود عدد كبير من المقاهي مفتوحة حتى هذه اللحظة وعدد من الكافيتريات ووجود تجمعات للمواطنين في مختلف الشوارع التي مررنا بها حتى هذه اللحظة التي اتحدث فيها اليك ننسي تحديدا بجوار موقف الاقاليم ومحطة مترو شبرى الخيمة وفي محيط مستشفى النيل وامام حي غرب شبرى الخيمة وامام قسم اول شبرى الخيمة عدد كبير من المطاعم وعدد كبير من المقاهي مفتوح حتى هذه اللحظة التي اتحدث فيها اليك لعلك ولعلك السادة المشاهدين يستمعون الى الضوضاء التي حولها الان هذا هو تجمع لعدد من المواطنين وتكدس مروري في هذا الشارع الذي نقف فيها الان خروقات كبيرة جدا رصدناها ولحظناها بالقرب من محطة مترو كلية الزراعة اكتر من 8 مقاهي مفتوحة ومكان للبلاي ستيشن مفتوح حتى هذه اللحظة وايضا عدد من المطاعم ومصمت لتخديم المأكلات وعليه اقبال من عدد من المواطنين ايضا على الجانب الاخر من كبري احمد عرابي وكبري المظلات وعلى الجانب الاخر من مكتب بريد العبور ومدرسة شبراء الخيمة الثانوية بنات يمكن الحالة الوحيدة التي رصدناها للالتزام هي في محيط ادارة مرور شبراء الخيمة المقاهي في محيط مرور شبراء الخيمة مغلقة من قبل الساعة السابعة لكن هذا الوضع بشكل عام للأسف الشديد كما ذكرت لك في البداية الالتزام لم يعرف طريقه الى عقول وقلوب عدد كبير من المواطنين هنا للأسف الشديد طبعا حداد انا بشكرك شكرا جزيلا كنت معي مراسل اكسترانيوز من القليبية محمد حداد ايضا ابراهيم عزة من الشرقية من الجيزة كان معنا محمد بهاء وعوض الغنام من القاهرة كما نتابع مشاهدين الان على الشاشة هذه الصور الحية من مختلف مناطق جمهورية مصر العربية ان كنا نتحدث عن القاهرة او الجيزة او حتى الشرقية والقليوبية للأسف الوضع مؤسف في كل هذه المحافظات التي نقلناها لحضراتكم ما زالت الشوارع مقتضة بالمواطنين رغم وجود قرارات حاسمة بغلق ما يتعلق بالمحال والكتنهات والملاهي والنوادي الليلية من الساعة السابعة مساء الى السادسة صباحا حتى يوم الحادي والثلاثين من مارس كاجراء احترازي يعني الحكومة المصرية كانت تراهن دائما على وعي الشعب المصري ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد التزام بهذه القرارات مشاهدي اكسترا نيوز خليني اتكلم مع حضراتكم بلغة بسيطة بعض الشيء يمكن امبارح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اريت يعني شيء انا شخصيا حب ان يقرأ على حضراتكم الاسبوع القادم يمكن هو اهم اسبوع حيعدي على مصر في ازمة كورونا الحالية كل الدول اللي سبقتنا بالاسف الفيروس انتشر وانفجر في الاسبوع التالت وايضا خرج عن السيطرة في الاسبوع الرابع عشان كده بنوعي الناس ان الاسبوع التالت بتاعنا حيكون هو الاختيار والاختبار الحقيقي واللي حيحصل هو سيناريو واحد من الاثنين خليني اقول حضراتكم ان السيناريو الاول وهو السيناريو الاسوأ لاما الناس هتستمر في الاستهانة بالموضوع وحيستمروا في اقناع نفسهم ان الموضوع بعيد وعند فقط الناس التانيين اللي احنا مش شايفينهم وحيستمروا في الاهمال والتعامل مع الموضوع على انه حرب اعصاب وانهم انصح من كل اللي حواليهم للأسف السيناريو ده حيكون معناه ان اللي حيتصاب حيعدي كل بيته حيعدي جيرانه وحتى اللي واخد احتياطاته حتبقى معركته اصعب وحمايته اصعب ده نفس السيناريو اللي حصل مع الدول الاخرى الناس خدت اجازات نزلت المولات وعملت تجمعات وحاليا بيتم اختيار للأسف الناس اللي هتاخد مكان على اجهزة التنفس الصناعي بالقرعة في الدول الاخرى السيناريو التاني وهو السيناريو اللي احنا بنتمنى تطبيقه وبنراهن فيه على الشعب المصري ان الناس تفهم خطورة الموقف اللي عارف ياريت يقول اللي مش عارف واللي فاهم يقول للانسان البسيط اللي مش فاهم واللي عنده سلطة بنتمنى ان هو ينفذها ويجبر الناس اللي يقدر عليهم ان هما يلتزموا السيناريو ده هو سيناريو الوعي ده نفس السيناريو اللي بيتم تطبيقه حاليا في الصين الدولة زي ما احنا عارفين ان هي كانت مصدر هذا الوباء فيروس كورونا نفس السيناريو اللي خلى مقاطعة وهان اللي كانت هي المنبع انها تحتفل من يومين انها كانت خالية تماما من الفيروس عايز اقول لحضراتكم ان الموضوع كله حزبته بسيطة الفيروس مدته او مدة احتضانه بتقدر تقريبا 14 يوم لو سيطرنا على نفسنا كمجتمع 3 اسابيع فقط الازمة هتخلص لانه لو كله التزم المصاب مش هلاقي حد يعدي وخلينا نقول ان بإذن الله حيخفه واللي بيحافظ على نفسه تبقى مهمته اسهل عشان كده كل اللي حواليه فاهم وبيتعاون دور حضرتك دلوقتي انك تختار السيناريو المناسب لك لو لك اي سلطة او صوتك مسموع وصل صوتك وعرف كل اللي حواليك ان المعركة عايزة كل شخص خلينا اقول للناس اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي سواء كنا منتكلم على فيسبوك او على انستجرام او على تويتر لو ليك متابعين كتير لو ليك فولوورز كتير سواء على فيسبوك او انستجرام زي ما قلنا على سوشال ميديا ياريت كل حد يكلم الناس اللي عنده ويعرفهم ان ما فيش حاجة اسمها ناس اه وناس لا لا هي دي معركة كلنا فيها لو عندك حد لسه مقتنع ان الموضوع هو مؤامرة وانه بعيد عننا ياريت تفهموا ان الكلام ده مش حقيقي وان موقفه السلبي ممكن يتسبب في عدوى لولاده والبيته والزميله في الشغل خلينا اقول لحضراتكم اخيرا احنا دلوقتي في نفس الاختبار اللي تحطط فيه كل الدول اللي قابلنا ومع انه هو نفس الفيروس لكن كل دولة حصل فيها قصة وحدوتة مختلفة لحسب رد فعل شعبها هل فهموا بعض ووقفوا مع بعض وقوموا الجهل وقوموا الاهمال ولا فضلوا فاكرين ان كل اللي حواليهم بيبلغوا الحكومة عندنا بتعمل كل اللي بتقدر عليه لكن مش هيقدروا يتابعونا في بيوتنا لازم كل واحد يبقى قد المسئولية وياخد كمان مسئولية اللي حوالي خليكم فاكرين لكل مشاهدين اكسترا نيوز في دولة احتفلت بانتهاء الفيروس من مجموعة من مقاطعتها ومحافظاتها وفي دولة قالت لشعبها للأسف وادعوا احبا اكم اللي حيدعم الموقف الصح يريت ان هو يلتزم بهذه القرارات اللي بتقوم بها الحكومة المصرية في هذا الوقت ما نتابعوا الآن على الشاشة للأسف هو وضع مؤسف كان في قرارات حازمة من الحكومة المصرية اتخذتها الفترة الماضية ولكن حتى هذه اللحظة الشعب المصري وبعض المواطنين المصريين ما زالوا مكتظين في الشوارع المصرية وبيتعاملوا مع الموضوع بمنتهى الاهمال وللأسف بمنتهى الجهل اللي بتعدي بيعد خمسة واللي بيعد خمسة بيعد عشرة والموضوع من الممكن ان هو يتفاقم لو لم يتم الالتزام بالتعليقات والاجراءات اللي اخدتها الدولة المصرية في الفترة الماضية وتحديدا بالامس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 اهلا بك يا فندم تعليقك يا فندم يعني على ما نتبعه الآن على الشاشة عدم التزام بقرارات الدولة المصرية اللي اتخذتها للحد ولمواجهة ما نمر به الآن من أزمة بالطبع بالطبع ده موقف سلبي الموقف سلبي قد يكون مقبولا ممن نطلق عليهم يعني نوع عندهم نوع من عدم الكفاية المعلومات او الجاهل بها او العادات والتقاليد طبعا هناك اجراءات ادارية قررتها الحكومة للإقلال من التجمعات الموجودة في الشوارع حفاظا على صحة المواطنين ولضمان عدم انتجار الفيروس وتحول الحالات البطيطة التي تم اكتشافها الى عدد كبير مما يصعب التحكم به وتكون هناك خطر على صحة المواطنين بالطبع لابد من الالتزام من القرارات القرارات بسيطة للغاية كلها قرارات ادارية تهدف الى الحفاظ على صحة المواطنين والإقلال من التجمعات كافة القرارات البعض كان بيقول ان الاقتصاد اهم والحكومة مش هتتخذ اجراءات ولكن ما اتخذته الحكومة الخاص بتقييد حركة الطيران وايضا منع بعض الرحلات كل ده بيهدف الى الحفاظ على صحة المواطنين يعني استاذ محمد حضرتك طبعا اثرت نقطة مهمة يعني خليني القي مع حضرتك الضوء بياعني عندما تتخذ دولة من الدول لا اتحدث هنا عن مصر فقط ولكن تتخذ اجراءات باغلاق الطيران بشكل كامل منع يعني الذهاب من والى هذه الدولة بالتأكيد فيما يتعلق بقطاع الطيران يعني ذلك يؤدي لخسائر اقتصادية كبيرة على الداخل الدولي يعني في هذه النقطة تحديدا يعني في اي حد دلوقتي بيتفرج علينا من الممكن ان هو يكون عنده جهل فيما يتعلق بموضوع فيروس كورونا ويقول ايه المشكلة يعني خليني اخرج ولا ايه المشكلة خليني انزل اعود على القهوة وما شابه عايزين نوعي الناس اذا كانت الدولة المصرية اخذت اقراءات اجراءات محددة من الممكن ان هي تعود عليها بالسلب فيما يتعلق باغلاق حركة الطيران ده معنى اي يا فندم؟ معنى ان الدولة بتضحي ببعض المكاسب الاقتصادية وبتتحمل خسائر ولكنها لا ترضى ان تتحمل خسائر في صحة المواطن المصري وفي ارواح المصريين والحفاظ على حياتهم المواطن المصري هو الثروة الحقيقية لمصر والحكومة القيادة السياسية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن بعد مجلس الجزراء وكل المسؤولين المصريين كل هذه الاجراءات ما يتم اتخاذه هو الحفاظ على صحة المواطن المصري الاجراءات المبلغ الكبير الذي قررته الحكومة 100 مليار جنيه من الاحتياطات الخاصة لمواجهة تداعيات تأثير اثر كورونا على الاقتصاد المصري وعلى صحة المواطنين كل هذه الاموال للحفاظ على المواطنين البنك المركزي قرارات تأجيل الخروط خفض سعر الغاز تأجيل بعض الامور المتعلقة بالاقتمان كل هذا يهدف الى تقليل اي تداعيات لهذه الاجراءات الادارية التي تضرب العالم بقصوة عدرتك بتشوفي دلوقتي من شوية ايطاليا الاعداد بالالاف اللي بتموت يعني كل ده لان للناس لم تلتزم لم تلتزم واستخفت يعني بالموضوع في البداية نزلوا في الشارع وقعدوا يحتفلوا والان كلهم قاعدين يبصوا من البلوكونات وكل يوم ما عندهمش اماكن ما عندهمش اماكن في المستشفيات بيعملوا بالقرعة دلوقتي اللي يدخل على العناية المركزة ولذلك حتى الاطباء النهاردة يعني في بعض الاطباء بيتوفوا لان ما فيش وسائل لحمايتهم صحيح الكلام ده احنا يعني ان شاء الله مش هيحصل مش عايزين نوصل او نقرب حتى منه الموضوع بسيط جدا يعني الموضوع لا يتعدى الحفاظ على المسافة الشخصية بين الاصابة بالمرض وبين الوقوع في الجهل يعني الموقف السلبي كل واحد لازم يحافظ على اذا ما كانش خايف على صحته لازم يكون وروحه لازم يكون خايف على اسرته على المجتمع بتاعه على مكان الشغل بتاعه طبعا احنا بنتعرض لكم كبير جدا من الشائعات والحروب من الاعلام المعادي الرخيط الملون من بعض الخنوات صحيح نعم من بعض الدوائلات الحقيرة ويتم نشر الاكاذيب والشائعات وان في نقصة في المخزون السلعي يعني فيه كل حاجة متوفرة بشهور الحمد لله رب العالمين المواطن المصري قدامه كل حاجة فيه اي نعم حملات للتفتيش على بعض المتجاوزين ودولة بد من الضربة بقوة وبدأ المواطن المصري اي حد يسوه حد مغلي سعر او بيخفي حاجة او بيجمع سلع هزائية عشان يبيعها ويتكسب منها بدهو انه يبلغ ثارا وفيه ارقام عديدة موجودة قدام الناس كلها برضو ان موضوع الشيشة الشيشة دي خطر جدا المقاهي الناس بتتعامل بمش عايز اقول للأسف يا فندم لحد يعني بعض المواطنين مش مصدقين يعني عظامة خليني اقول هذا الفيروس وقد ايه هو بينتشر بشكل سريع على الغاية وان هو يعني اي حد حتى لو وقفت تتكلم معي المدة 30 ثانية ممكن ينقل العدوى انا لسه اري خبر دلوقتي ان اثرة كاملة من 20 فرد عملوا عشا وثلاثة ماتوا وسبعة حالات حريقة عشان واحد كان عنده كورونا واحدة كان عندها كورونا وولادها ماتوا قبلها يعني المشكلة في الفيروس انه سرعة انتقاله وانه بيبقى على الاصطر يعني حتى لو انت ما رحتش المكان او ما تواجدتش مع الشخص المصاب وحصل انه اخرج الفيروس عبر العصة او الاحتكاك على اي صف انت حطيت ايدك انت الصف من غير ما تشوفه ده اهمية ان الناس ما تروحش في التجمعات الشغل بيتم تخفيف الشغل بيتم تخفيف عدد الساعات دلوقتي عندنا نظام الجميع كان بيحلم به العمل من المنزل انا عايز اتكلم مع حضرتك في النقطة دي يا سيد محمد نعم عايز اتكلم مع حضرتك عن الاجراءات اللي الحكومة المصرية اتخذتها في الفترة الماضية للحد يعني من سواء كان التجمعات او التكدسات او الاقتضاد اللي بنشوفه فيه للأسف على الشاشة حتى هذه اللحظة ايه اهم القرارات الحكومة اتخذتها يا فنديم يعني انا هنا يمكن عايز اصلت مع حضرتك الضوء على الكم الكبير من القرارات الايجابية اللي اتخذتها الحكومة المصرية في الفترة الماضية لتساعد المواطن على انه يفضل في البيت وعلى انه ما ينزلش من البيت ولكن حتى هذه اللحظة المواطن غير ملتزم الحقيقة ان الحكومة يعني وده باشادة منظمة الصحة العالمية والدول الاخرى لم تقصر وقامت بالحفاظ على اولا الحرية الشخصية للناس ثانيا محاولة تقليل التجمعات عبر قرارات ادارية لم يتم فرض فيها اي نوع من الاجبار على المواطن القرارات كانت متدرجة وتتناسب مع حجم مش هقول اللي بنشوفه هنا اللي بنشوفه بره في الدول اللي حوالينا الدول اللي حوالينا اللي اتصابت بالمرض والاعداد الان عندها الوفيات كبيرة الحكومة المصرية بدأت استباق هذا الامر مبكرا وخدت عدة قرارات قرارات خاصة بتخفيف التجمعات قرارات بعدم ذهاب الطلبة للمدارس والجامعات لفترة محددة الموضوع بسيط جدا الموضوع من 14 يوم ل3 أسابيع اذا تم الالتزام به اذا لم يتم الالتزام به وتم الانتشار بيتم اتخاذ اجراءات اخرى تتعلق باجراءات ادارية ايضا لتقارير التجمعات الحكومة الحقيقة فيما يخص الخطة الكبيرة البنس المركزي يوقف الأقطاط للقروض وعدم احساس فوائد عليها لفترة عدد من الشهور تم ضخ المزيد من السلع في كافة المحل التجارية والسلاثل التجارية بشكل كبير وهناك ايضا نظرا لان في بعض الاصناف البعض يحاول يخزنها الفترة المخبلة يكون فيه في التجمعات المجمعات الاستهلاكية ايضا انواع من المنظفات انواع من الاستلع اللي راجد طلب عليها للأسف في الفترة الاخيرة والبعض يحاول يرفع اصعارها الاستلع اقل اقل مادة من السلع الاستراتيجية اربع شهور والبعض يصل الى ثمن شهور وهناك البنك المركزي زود الاستيراب مية في المية للسلع الاستراتيجية وفتح الاعتمادات المستندية طبعا التجار والموردين والثلاثل التجارية فاهمين الكلام بتاعي ده معناه ايه انه مش هيكون فيه اغلاق ولا نقص في اي سلعة استراتيجية او حتى غير استراتيجية لبعض الاصناف المعيق مصر الدولة الاولى المستوردة للخمح في العالم احنا عندنا مخزون لا يطلع عن اربعة شهور المخابة الشغالة ليل ونهار الناس بيشتروا كل حاجة موجودة السلع الاستراتيجية مفيش حد هايبوها والمنظر اللي احنا بنشوفه احيانا في بعض الاثلاثل التجارية ده طبعا مظهر غير حضاري ولا داعي له ويعني اجراءات غاية بالتفاعل والتعامل بدقة مع الاكتر من كده يا استاذ محمد يعني ان الحكومة قدت الناس اجازات مع وجود يعني راتب في هذه الاجازات بالطبع يعني الفكرة ان انا بطرح مع حضرتك هذه الفكرة لان انا بس عايز اقول ان انا مش عشان مزيع على اكترا نيوز فانا بقول انه الدولة اخدت كل اجراءات التي تعمل يعني على الحد من هذه الازمة ولكن الحكومة بصراحة المصرية في الفترة الاخيرة والكل بيشيد بالانجازات والقرارات ايضا التي وضعتها الحكومة المصرية في الفترة الاخيرة للحد من هذا الفيروس ولكن حتى هذه اللحظة الشعب المصري غير ملتزم المواطنين المصريين مش ملتزمين يعني انا اسفا ان انا بقول كده ولكن يعني هم شو نقص غيرين الحكومة تنزل تكلم كل واحد عشان ترجعوا البيت بالطبع ده يعني موقف سلبي للغاية يعني يعني مش عايز اقول يعني السعودية يعني قفلت الحرم والحرمين الشريفين عشان تحمي الناس من المرض الناس مش فاهمة يعني لقمة لقمة الروحانيات وصل للموضوع يعني مش عشان انت تنزل تشرب شيشة ولا تنزل تقول دول دول عايزين يقعدوني في البيت يعني يعني خليك ايجابي شوي حافظ على صحة صحة بيتك صحة الناس اللي معاك صحة اللي حولك حافظ على مصدر رزقك الناس واخدها اجازات مرتباتها ماشية يعني مش مطلوب منك الا انك تنزل تشتري الحاجة اللي انت عايزها في الوقت المحلات فتحة فيه الصبح وتقلل التجمع حتى الزيارات المنزلية والعائلية للأسف احنا بنشوف افراح وصورة ضفات عزاء والناس بتبوز بعض وبتسلم على بعض يعني ده كارثة مش معقول كده يا جماعة يعني اللي انتوا بتعملوه ده غلط حافظوا على صحتك وصحة الناس مليون وظيفة هتفقد ومش هيرجعوا الوظائف تاني هنا برضو يحاولوا ويطلعوا شائعات ويقولك ده الناس اللي هيقعدون في البيت مش هيرجعوهم بعد كده يعني ايه الكلام الغريب ده الحكومة نافة الكلام ده كله ولا فيه نقص في اي حاجة مفيش قصور في اي مستشفيات العز مفيش اي قصور مفيش اي توصية بمنع او بشراء اي نوع من الادوية او انه يبقى فيه تعليمات بالنسبة له يعني الكلام ده مش موجود مفيش استقناء على الاداة ولا فيه تعديل لأي حاجة في الدولة الاجراءات الاحترازية دي يعني تم اتخاذها لصالح المواطن ولصالح الدولة يعني خليني اأكد على هذه الجملة تحديدا في مقاله سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عند بدء هذه الاجراءات يعني السيد الرئيس قال انه اهم شيء صحة المواطن يعني لم ينظر على اقتصاد ولا اي شيء اخر ولكن قال اهم حاجة صحة المواطن المصري بالطبع يا فندم ده السيد الرئيس المرحلة الثانية من الولاية الثانية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتركز على المواطن المصري بناء المواطن المصري احنا عدينا بفضل الله وبدعمه بعد ثورة 30 يونيو عدينا من مشكلة الامن وبدأنا الاصلاح الاقتصادي ونجحنا في حققنا نجحات كبيرة وعلى فترة الامكانيات والخطط والاجراءات الاحترازية والاجراءات الادارية اللي بتتخذها الحكومة دلوقتي ما كانتش هنقدر ننفذها لو ما كناش عملنا الاصلاح الاقتصادي وما كناش بنينا البنية التحدية وما كناش بدأنا برامج الصحية ما كناش بدأنا البرامج الخاصة بالمعاشات وشبكات الحماية الاجتماعية ما كانتش هنقدر نعملها لو ما كناش صورنا المنظومة الصحية الناس دلوقتي بتتعامل مش عارف الفرق بين ما كان موجود من 4-5 سنين كان شكلها ايه دلوقتي فيه برامج وفيه خطط جديدة للتأمين الصحي في برامج للكشف على كافة الامراض سواء للمرأة او للتفئة ومحاربة الفيروسات عقوا للامراض اللي هي اللي كانت متفشية فيروس تي اللي كان متفشية النجاحات العالمية اللي حقق فيها مصر صحيح اللي تم اتخيزه في خلال الـ 4 والـ 5 سنين اللي كاتوا ده ده اللي احنا وقفين عليه دلوقتي ده اللي احنا مصر بتبني عليه وبتحارب به وهي في المقدمة طيب أستاذ محمد أنا عايزة أستثمر برضو جود حضرتك معي على التريفون يعني كما تعلموا لا يخفى على الجميع ان الصين وتقريبا وتأكيدا مقاطعة وهان كانت هي مصدر تفشي هذا الفيروس فيروس كورونا ولكن الصين أعلنت انه الآن هي خالية من فيروس كورونا لليوم الثاني أنا عايزة أفرق هنا بكيفية التعامل مواطنين الصين مع هذا الوباء وكيفية ما تتعامل به الآن يعني المواطنين والمصريين ووجودهم في الشوارع بهذا الشكل الغريب بصراحة الفرق يا فاندم هو اللي انت حضرتك شايفها قدامك في الموزيز دور ده والشاشة السادة المشاهدين الناس اللي في الشارع دي كلها ها بعدد مقارنة بالشوارع الصينية العملاقة اللي فيها مليار وربعمائة مليون والناس قاعدة في بيوتها ملتزمين في نوع من الوعي في نوع من الإيجابية في نوع من يعني العلم والقرب من أكتاب النجاة من المهالك ومن الأمراض اللي بيحصل ده مش طبيعي اللي بيحصل ده عايز سوعية كمان أرجو كمان يعني السادة اللي هم الخطاب الديني يوجه يعني لا تقولكم بقى يديكم إلا التهلكة يعني أول حاجة تتقال للناس يعني مش معقول المنظر ده ده منظر دولة بتواجه ده شعب عفوا الدولة بتواجه كما يجب ده منظر شعب يعني بيواجه أزمة صحية وداء نعم طبعا أنا بشكرك يا فندم على كل طبعا التفاصيل حضرتك قلتها كنت معي عبر الهاتف أستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الأهرام أنا بس عايزة أشير أنه إحنا هنا بنراهن على وعي المواطن اللي فاهم للأسف فيه فئة من المواطنين لحد دلوقتي مش فاهمين الكارثة اللي بتتعلق بفيروس كورونا واللي تم يعني القول أنها الآن أصبحت وباء عالمي بيهدد كل دول العالم المواطن الواعي طبعا مجلس الوزراء والحكومة المصرية حطت أرقام سريعة للتواصل مع الحكومة المصرية والإبلاغ عن أي اختراق لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة والحكومة المصرية الأخيرة يريت المواطن اللي فاهم لو لا أي اختراق لهذه القوانين أو هذه الإجراءات يريت يتواصل مع الأرقام اللي وضعتها الحكومة المصرية للإبلاغ ويكون دايما فيه دور إجابي للمواطن الواعي بهمية ما نمر به الآن اشتركوا في القناة نعم ننسي بالفعل كما ذكرت توجد في محافظة سهاج وبالتحديد من شارع الجمهورية الشارع الأهم ويعني الأهم من حيث الصفة التجارية هنا هناك العديد من المحلات التجارية هنا والمطاعم أيضا والكفيهات المتواجدة في شارع الجمهورية يعني قبل قليل وقبل أن أخرج على الهواء مباشرة كان هناك جولة قمنا بها هنا في محافظة سهاج وفي العديد من الشوارع والميادين هنا في المحافظة للأسف يعني ننسي هناك بعض المحلات والكفيهات التي تتواجد في الشوارع الجانبية هنا في المناطق الشعبية أيضا هناك يعني لم تقفل أبوابها حتى هذه اللحظة وحنا تجاوزنا الساعة السابعة وقرار مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية منذ الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة مساء يعني هناك بعض الشوارع هنا شارع 15 موازي لشارع الجمهورية هناك شوارع جانبية كثيرة لم تقفل المحلات هنا والكفيهات أبوابها حتى هذه اللحظة ربما هذا هو المشهد لدي حتى هذه اللحظة من هنا من سهاج ننسي أنا بشكرك يا أحمد كنت معي من سهاج شكرا جزيرا لك وأنا ننتقل إلى المنوفية وكريم راجب كريم ما هو أو ما هي الأوضاع في المنوفية نعم ننسي يعني يوجد انتزام من جانب بعض المواطنين والبعض الآخر أيضا لا يلتزم بالقرارات الأخيرة التي صدرت عن مجلس الوزراء بخصوص إغلاق المحالة التجارية في تمام الساعة السابعة مساء وهذا ما اضطر بعض الجهات التنفيذية هنا لا سيما مدرية الأمن أن تقوم بجولات تفقدية في هذه اللحظات من أجل ضبط المخالفين لهذا القرار وكما توضح الصورة سيكون هناك رصد لحركة المحال التجارية سنرصدها من خلال جولتنا هذه هنا في شبين القوم بالصوت والصورة وهناك بعض المحال عندما رأت الكاميرا وتواجد الكاميرا في هذا المكان قامت بإغلاق المحال التجارية والبعض الآخر لا زال يفتح أبوابه أمام الجمهور وكما توضح الصورة هناك التزام من جانب بعض المواطنين يعني يوجد التزام من جانب بعض المواطنين وتم إغلاق عدد من المحال والبعض الآخر لا زال يفتح أبوابه أمام الجمهور هنا وهذا وفقا للقرار أيضا لا سيما أيضا أن الأفران تلتزم بالفتح وكذلك الصيدليات ومحلات السوبر ماركت فكما توضح الصورة هناك رصد للكاميرا بهذه المحال في الجانب الآخر من الطريق هناك بعض المحال التجارية تفتح أبوابها والبعض الآخر يقف أمام المحال التجارية الخاصة به من أجل القيام بتلبية احتياجات المواطنين وهذا أيضا مخالف لقرار الذي صدر عن طريق أو من خلال مجلس الوزراء بالأمس أيضا الوضع في القرى هنا في محافظة المنوفية يعني يبدو مغير تماما للوضع في المدن هناك التزام بعض الشيء في المدن ولكن الصورة في القرى تبدو مختلفة تماما لا أحد أو نسبة كبيرة من المواطنين لا تلتزم بهذا القرار في القرى نانسي أنا بشكرك شكرا جزيلا كريم رجب كنت معنا عبر صوت الصورة من المنوفية شكرا جزيلا لك وأيضا شكر موصول لأحمد الأفيوني من سهاج شكرا لكم إذن مشاهدين في نهاية هذه الساعة دعوني أقول لكم جملة واحدة من الممكن أن يكون لها تأثير على من يشاهدنا إما أن نفترق الآن ونكتمع غدا أو نكتمع الآن ونفتق عاجلا أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا كنت معكم في هذه التغطية نانسي نورة التغطية الأخبارية مستمرة مع حضراتكم على إكسترا نيوز إلى اللقاء